طبعا. بس يا كابتن خلي بالك. هي المشكلة مش مشكلة مادية. يعني نازل زمالك ما عندهش مشكلة في المبالغ. لأ يعني هي موجودة بس المبالغ نفسها كبيرة جدا. انا مش قصد يا جمال ان لدي اهلية. اهلية. كابتن احمد قال النقطة مهمة جدا. انا مش قصد يا جمال ان اللي مفيش فلوس. انا انا اصد ان المفروض واحنا بنلعب انت كمتفرق تبا شارف الفرق. مفيش فرق. اه. انما انت ده مفيش فرق. صح. فانت ليه انت تاخد عشرين وانا اخد اتنين. مصبوع. احنا الاتنين زي بعض اتنين. صح. يا بقى ان احنا الاتنين عشرين. انت عارف ده هيعمل ايه? هيدي ثقة لنادي الزمالك دلوقتي هو بجد للعيبة. طبعا. لا انت مش تاخد عشرين انت تاخد عشر. اه. هم دول اللي موجودين. بالزبط. عجبك عجبك. مش عجبك في واحد غيرك يا اه. هو ده على فكرة هو ده اللي حصل. اه. لانه جات في وقت انت اللعيبة ابتدت انا عندي عروض. وده انا جايلي بمبالغ مش عارف ايه. وده انا جايلي ايه. طب يا جماعة خلاص مفيش تجديد خالص. اه. للناس كلها اه نادي الزمالي خالص مش يجدد محد. احنا لا شفنا عروض. ولا شفنا فيه حاجة جات. صحيح. ولا فيه اي حاجة خالص. صحيح. واللعيب كل العيب طبعا. اه يعني. ربنا يكريمه. يعني كل ما بيدور على مصلحته. صحيح. بس هي في الاخر مش هتلوي دراع النادي. ايوة. وفي نفس الوقت نادي الزمالك مش هيوقف على لعيب ولا مدرب ولا اقداري ولا. احنا برضو الترجب بتاعنا عالي جدا بالنسبة المقارنة بالدول اللي حوالينا. كتير اوة يا رماعة. حتى في دول اللعيبة وربنا يبرك لهم وكل حاجة. بس المرضود الفني مش على قد المبالغ دي. قولك في دول الاوروبية ما بمفعش المبالغ دي. بس كسبني. في عندها في الدولة الانجليزي. ايوة. الممتاز. ما بتستطيعش الاندي. ما بفيش الكلام دا. وانا انا دلوقتي انا انا كلعيب صغير. ها. اللعيبة كمان صغير ما بتشوف اللعيبة الكبيرة. طب. طب انا هحترف ليه ما انا هطلع على في نادي الزمالك. عليك. في الدرجة الاولى ولا في الاهلي. هاخد عشرين مليون وخمسة عشرين مليون. انا هاخد اتنين مليون بره. اتنين مليون بره ليه? واتهرب ليه? انتعرف ده بيعمل ايه كمان؟ مسلا السنة الاولانية وانا عندي ناشئ بجدد له مليون جنيه. وعندي لعيب في نفس بتاعه بياخد عشرين مليون جنيه. والناشئ ده اول سنة هيلعب. تاني سنة هيقول لك عدي الاعقدة. انا عاوز خمسطاش. انا اللي بلعب. فهتخسر الناشئ كمان كارثة لازم يبقى لها حل من ياتحاد الكورة يمن الرابطة يعني لازم في حل للموضوع المبالغ وموضوع طبعا الصراع اللي موجود بين الزمالك والأهل ودخل كمان معاهم بيراميدز فانت بتولع الدنيا والمنتج في الآخر لو انت بقى لو احنا الحل انت الحل دائما نقوله الحل انت مش تقدر تقولي نادي تدفع كم ونتدفعش كم بس يقدر اقول للنادي حضراتك باللغة بتدفع ميزانياتك تلتمية ربعمية مليون جنيه بتشتري بيهم لعيبة حلوك بتكسب كم بقى في اخل السنة يعني انت مكاسبك تقابل المصارف دي لو ده حصل زي ما بيحصل في اوروبا يبقى انت عندك مشكلة بتشتري بقى لعيباتك نخلي بالك انت زمالك والأهلي الفلوس دي هون بيش بيسر بيها على الكورة بس اه بيها 25 لعبة لناديين فانت بتخيل ان انا باخد فلوس الكورة اللي هي المفروض الرعاية والاسم النادي كله الفلوس بيتيجي عشان ايه؟ عشان فرية الكورة مظبوط فانت بتصرف بيها مش على فرية الكورة لا انت بتصرف بيها على النادي انا كنت نحبا من كم يوم بصفة النادي الاهلي تحديدا هو الاكثر استقرارا ماليا في امور الرعاية وخلافه فجبت ميزاني النادي الاهلي كانت معلنة اخر سنة المعلنة يعني مش معلومة سرية يعني النادي الاهلي عنده خسائر وعجز فيه ميزانيات كورة القدم انه المصاريف اللي انت بتصرفها اكبر بكتير من المكاسة اللي يدخل معلومة بعد انه الاهلي بيكسب فلوس كان كسبان فلوس من بطولة افراقيا ومشاركة فكسب عامل الاندية والرعاية بس ده ما جيش حاجة جنب تجديد لعبتك بالزبط لا انا بقولك انت بتخيل الاهلي ده بيخسر وما الباقي الاندية بيخسر يعني انت بطولة افراقيا بتاخد اثنين مليون تلاتة مليون يعني عقد لعب اجنبي اه ده بطولة بتاخد في السنة